الخطأ الشائع الأول في الموضوع ده جملة بتتقال كتير قوي يقول لك ما يستحموش بقى دلوقتي أصلهم هينزلوا تاني مش بتسمعوا الجملة دي مش بتقولوا أحيانا منكم ناس بيقولوا الجملة دي يقول لك ويستحمد دلوقتي ليه ده هو طالع ده طالع مثلا يأكل أو ده طالع يأكل يعني حاجة سريعة كده مامتوا بتندهله عشان يتأكلوا الطفل يعني أو بيلعب على الرمل في الشاطئ أو كده وبيعمل حاجة هو وصحابه أو هو وصحابه أو هو قريبه المهم يعني أنه طلع وهينزل تاني الماية فتلاقي الأم أو الأب يقول لك إيه هتخليه استحمد دلوقتي ليه ما هو نازل تاني ده خطأ كبير جدا جدا خلاص الخطأ فليقول لك إيه نستنى لغاية ما يخلصوا يعني يخلصوا خالص يقول لنا خلاص إحنا كتفينا وعادة هم ما بيقولوش كده هو اللي بيبقوا كتفوا إحنا يعني إحنا لأنه اللي هم إحنا كتفين مش قادرين نعود أكتر من كده إنما الأطفال لو سبناهم يعني على طول هيعودوا وطبعا ده غلط يعني تمام فده كان أول خطأ شائع إنهم يقولوا إيه نحميهم دلوقتي ليه أو يستحموا ليه أو هو نفس الطفل إذا كان كبير شوية أو بنت أو يقول لك أنا استحمى ليه أو أنا نازل تاني فده خطأ إن إحنا نجاري الطفل في هذا الأمر أو إن إحنا نفسنا اللي ما نحميش الطفل أو ما نخلوش يستحمى بعد ما يخرج من الماء لا هو يستحمى كل مرة يخرج وبعين ينزل تاني وبعد ما يخرج يستحمى تاني ولو نزل تالت يستحمى تاني وهكذا طيب الخطأ الشائع التاني إيه هو جملة برضو بتتقال لي يقول لك إيه بلاش هنا بقى هيستحموا لما يروحوا ليه يا ستة بتقولي كده أو ليه يا أستاذ بتقول كده كأمي وأبي يقول لك أصل هو بقى إيه أصل الشامبو بتاعه أنا ما جبتهوش معايا الشامبو بتاعه أو الشاور الجل اللي هو يعني سائل استحمام مثلا خلال ده برضو غلط ليه غلط لأنه لازم بعد خروج الطفل أو الكبار من المية أي أن كان نوعها زي ما اتفقنا يتم شطف الجسم والشعر بالمية الحلوة اللي زي ما قلنا عليها مية الدش ده مش بس كده ده لازم كمان التنشيف كويس دي نقطة مهمة يعني فيه ناس تستحمى ويعودوا شوية كده يعني يفضلوا واقفين يعني مثلا تلاقيوا مثلا أنا بكلمكم دايما من منظور اللي بيحصل الأطفال اللي بيعملوه يعني تلاقي مثلا اتنين تلاتة أو اربعة من الأطفال صحاب بقى ونزلوا المية سوا فتلاقي واحد استحمى فتلاقي واقف مستني الباقي يخلصوا عساس يروحوا كلهم مع بعض عند بقى بابا وماما أو عند مكان تجمعوا الأسرة عشان بقى ايه يتنشفوا لا اللي استحمى يتنشف على طول ليه وده مش بس كده ده مش بس يتنشف ده يلبس كمان ملابس قطنية يعني يلبس تي شيرت أو يلبس ملابس قطن ليه أنا بقول كده ليه بقول حكاية التنشيف دي على طول لأن الجلد أصلا بعض تعرضوا للمية هو مش إحنا لما بنستحمى ويعني بنستحمى عادي كده نلاقي إيه ده بقناش نستحمى حتى لو غسلنا حاجة كتير بالمية يعني لو غسلنا طبق لو غسلنا حاجة كده لو شطفنا على حاجة منبس لو في الصوابع كانت لقيها إيه العقل أو اللي ندي تبس لقيها كرمشت شوية صح كده ده أثر المية على طول ده معناه إيه بقى يعني أنتوا تشوفوه طب معناه إيه بقى في الطب معناه في الطب إن التعرض تعرض الجلد للمية فترة طويلة ما يدي فترة طويلة تمام بيخلي الجلد ده على حالة من الضعف أكتر من الحالة العادية فاكرين فاكرين حلقة اللي فاتت قلتلكم في حاجة اسمها الجفاف الصحي الجفاف الصحي ده إنه إن الجلد ربنا سبحانه تعالى من آليات الحماية طبعية لموفرها الجلد أن يكون على حالة من الجفاف الصحي غلط ان الجلد يبقى على طول مبلول غلط ان الناس اللي يقضيهم على طول في المية غلط ان الاطفال او الكبار اللي ينزلوا المية ولما يطلعوا يتزلوا المية قصدي كتير ولما يطلعوا ياخدوا دش وما ينشفوش بسرعة ده كله بيخلي الجلد لا قدر الله لا قدر الله عرضة بنسبة اكبر للاختراق من البكتيريا او المايكروبات يعني بشكل عام تمام فدي نقطة مهمة جدا جدا كنت حابب ان انا ابدأ كلامي بيها مع حضراتكم النهاردة وهي ضرورة ان احنا نعمل كده لانه في فترات المصايف وفي الاجازات وفي الحاجات دي الحاجات دي بتحصل وزي ما قلتلكم فيه اخطاء شائعة ولما قلتلكم من شوية على حكاية الدش السريع انا كان قصدي ان الدش ده مش لازم سائل استحمام ومش لازم شامبه ومش لازم كل الحاجات التكميلية دي اتوجدت خير وبركة مفيش مشكلة انما متوجدتش احنا مش عايزين الا المية بس المية بتاعت الشاطف خلاص خلصنا القصة ننشف ونلبس وتمان دي نقطة مهمة اوي 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 خلاص وقلنا الاخطاء الشائعة حكاية انهم اصلهم بلاش نحميهم عشان هينزلوا تاني او هيستحموا لما يروحوا عشان الشامبو بتاعه ووسائل الاستحمام بتاعه لا الفترة الزمنية دي بقاء الطفل من غير حما ده اخطر من انه هو يستحمى من غير الحاجات دي او بحاجات تانية غير لحضرتك معودة عليها لانها مفيهاش خطورة يعني هي كلها محصلة بعضها والله انت بس لو تعرفوا الحقيقة